اشتركوا في القناة وسماكة 8.9 مليمتر وجاء بوزن خفيف 135 جرام ثانيا الشاشة والصوت جاءت الشاشة من نوع IPS LCD بمقاس 5 بوصة وبدقة HD وبكثافة 294 نقطة في البوصة مع واجهة من نوع Emotion UI 3.1 اما بالنسبة للصوت فانواع التنبيه في الهاتف هي الاحتزاز والم3 ونغمات الواف ثالثا الاداء جاء الهاتف مع معالج رباعي نوى من نوع Mediatek MT 6582 وجاء مع معالج رسوميات من نوع Mali 400 Mb2 مع اجهزة استشعار لتسارع والقرب والبوصلة وجاءت الذاكرة الداخلية بحجم 8 جيجابايت مع ذاكرة الوصول العشوائي الرام بحجم 1 جيجابايت ويستوعب كروت الذاكرة بمساحة تصل الى 32 جيجابايت بمنفذ منفصل رابعا الاتصال والشبكة جاء الهاتف ثنائي الشريحة دول سيم في وضع الاستعداد ويدعم الواي فاي من نوع 802.11 BGN 802.11 BGN وخاصية تحديد المواقع GPS وخاصية البلوتوث خامسا الكاميرا جاءت الكاميرا الخلفية بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة 2.0 مع خاصية التركيز الأوتوماتيكي Autofocus مع فلاش ليد اما الكاميرا الامامية فجاءت بدقة 2 ميجابيكسل مع فلاش ليد امامي سادسا البطارية جاءت البطارية قابلة للازالة وبسعة 222 ميلي امبير سابعا نظام التشغيل جاء الهاتف مع نظام تشغيل من نوع أندرويد لوليوبوب 5.1 وأخيرا وليس آخرا رأينا في الجهاز الجهاز ذو واصفات جيدة بالنسبة لسعره كما يحتوي على العديد من الميزات البرمجية التي لم يتسنى ذكرها متوفر الآن لدى مركز سوا الموزع المعتمد لجميع منتجات شركة هواوي